العرب قالوا أننا سنقف خلف الفلسطينيين نقبل ما يقبلون ونرفض ما يرفضون والرئيس عباس قالها اليوم أن القدس ليست قضية فلسطينية خالصة بل هي قضية العرب والمسلمين أي أنه عادل مسؤولية لهم ما هي حدود مساحة الدعم العربي للموقف الفلسطيني بشكل حقيقي بعيد عن الشعارات السياسية بالحقيقة عدم وجود رد فعل عربي موحد وقوي ومتين ومواجه جزء منه أن الخلافات العربية العربية كانت قد ذبحت بعضها البعض وأن الخلافات في كيفية دعم الفلسطينيين وغيرها أو عدم أو تركهم أو حتى تواطئ عليهم كان ممكن لو كان الموقف العربي والفلسطيني موحدا عندما دعي إلى مؤتمر البحرين أن نأخذ قرارات بتوجهات مدعومة من الشعوب والحزاب والحكومات العربية لدعم الشعب الفلسطينيين كان ممكن أن نأمل أن يكون الموقف العربي الآن موحدا سيكون كلام العام في مجلس وزراء الخارجية العرب كما هو معتاد نحن وراءكم ماذا تريدون نحن نقبل به ما لا تريدوه لا نقبل به ولكن في العمل سوف يعملون بكل أدوات الضغط لتليين هذا الموقف أو ذاك وتغيير هذا الموقف أو ذاك المطلب في أن منظمة التحرير يجب أن تستعيد ليس الوحدة التنظيمية فقط ليس هذا الكلام الوحدة هي وحدة الجهود الفلسطينية في الداخل والخارج وفي كل الأصعدة نحن لا نحارب فقط بالقرار بأننا ندخل أو لا ندخل بأن القدس صدرت كاملا وعلينا أن نفتش في شعبات نحن نحاكم الآن القضية الفلسطينية بكاملها ولذلك كل الجهود الفلسطينية ليس فقط إرسال وفد إلى غزة للتباحث على الفاعليات كلها تعرف والقرارات واضحة والخطط واضحة علينا أن نبدأ المبدأ الأول منظمة التحرير أن يكون لها قيادة في الخارج وقيادة في الداخل تتنسق بشكل كامل وتضم الجميع لأن هذا التنصيق الكامل لا يسمح للعدو الإسرائيلي بالاستفراد بأهمية المكان للضغط على القيادة الفلسطينية وتلييني أو تعديل مواقفها ولذلك حتى الآن كل المواقف التي تؤخذ بحد ولو كانت جيدة الكلام فيها يا رام الله نجدها أنها تعود إلى الهدوء وإلى ترتيبات داخلية وإلى عدم الضغوط كفى احتجاجا وتحججا ذاتيا فلسطينيا لأن ذلك يجعل العرب أقل وأضعف بكثير من دعمنا ليقولوا أنتم ترددتم أنتم توقفوا وهذه الكلمة ليست بها الكثير هناك بعض الأقسام العربية لا نستطيع أن نغبطها حقا فهي ماسكة شعبا وقيادات بالحق الفلسطيني حتى لو تخلى عنه البعض